بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وسلك طريقه واتبع هدى أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من حريق لهيبها أيها الإخوة أيها الأحبة مع المجلس العلمي ما قبل الأخير في القواعد الفقهية وفي مجلس أمس كنا قد أخذنا القاعدة الرابعة من قواعد الفقه الكلية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير وتوصلنا إلى القواعد التابعة لهذه القاعدة فأخذنا قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق وهي تعني أن ما حرمه الله رب العالمين في بعض الأحوال وفي بعض الظروف قد يجوز توسعة على الإنسان للعذر والضرورة فإذا ارتفع السبب عاد الأمر المحرم إلى ما كان عليه وأخذنا كذلك القاعدة ثانية وأتينا عليها على عجل ولبأس أن نعيدها الآن باختصار قبل الانتقال إلى القاعدة الكلية الخامسة وهي قاعدة العادة محكمة القاعدة ثانية من القواعد التابعة لقواعد المشقة تجلب التيسير قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة خاتمة والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة لا فرق أن تعم أو تخص عندهم كما عليه نص هكذا ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأشباه والنظائر الحاجة تنزل منزلة الضرورة فما المراد بالحاجة؟ أيها الأحبة المصالح التي يحتاجها الإنسان على ثلاثة مرات مصالح ضرورية لا يمكن أن تستمر الحياة بدونها وهي مصالح تحفظ على الإنسان دينه ونفسه وعقله ونسله وماله وهي المصالح التي تعرف في فقهنا الإسلامي الكبير بالكليات الخمس دينٌ ونفسٌ ثم عقلٌ نسبٌ مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسب هذه المصالح إذا فاتت فاتت الحياة ولا يمكن أن تستمر حياة بني آدم على هذه البسيطة إلا إذا تحققت لهم المحافظة على هذه المصالح وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة المصالح الحاجية وهذه المصالح إذا فقدت فإن الحياة يمكن أن تستمر ولكن تستمر بمشقةٍ وحرجٍ وضيقٍ كبير تستمر الحياة ولكن سيكون الإنسان فيها محرجًا سيجد فيها من الحرج والضيق والمشقة ما الله به عليم مثل مصلحة إباحة البيع ومثل مصلحة إباحة الإجارة ومثل مصلحة إباحة السلم والمضاربة ونحو ذلك من المصالح التي لو أن الشرع لم يتحها للمكلف للإنسان في هذه الحياة فإن حياته ستكون في ضيقٍ وحرجٍ ومشقة وعندنا المرتبة الثالثة وهي مرتبة المصالح التحسينية التكميلية وهذه المصالح شرعت أحكامٌ للمحافظة عليها من أجل تجميل الحياة وتزيينها والارتقاء بها إلى عالم الحضارة وإلى عالم التقدم والازدهار ولذلك شرعت مثلاً أحكام ستر العورات وأحكام التنظُّف والتطهُّر من النجاسات وشرعت أحكام آداب المجلس وآداب الزيارة وآداب المشي وآداب الاستئذان ونحو ذلك من المصالح التي قد تستمرُّ الحياة من دونها ولا يكون هناك حرَجٌ شديدٌ على الإنسان في حياته ولكن حياته تكون حياة تخلُّف حياة فوضى ليس فيها انتظام ليس فيها ازدهار ليس فيها تقدم وأنتم تعرفون أيها الأحبة أن من أعظم مقاصد ديننا أن يخرُج بالإنسان من عالم البداوة والتخلُّف إلى عالم الحضارة والتقدُّم إلى عالم الرُّقي والازدهار في كل مجالات الحياة وهذا الذي حصل بعد بعثة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الخلافة الأموية والخلافة العباسية وما بعدها كيف أن أمة الإسلام ارتقت وازدهرت وقادت الأمم إلى العلم إلى التقدُّم إلى الانتظام إلى التسامُح إلى كل مظاهر العيش الكريم ومن أراد دليلاً على ذلك فليتأمَّل في التاريخ وليسأل كيف كانت حواضر العالم الإسلامي قبلةً لكل من يريد أن يتعلم وقبلةً لكل من يريد أن يتقدَّم وقبلةً لكل من يريد أن يزدهر وأن ينتظم وأن يعيش حياةً كريمةً نسأل الله أن يُديمها علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية إذن هذه هي المصالح ومراتبها ضرورية وحاجية وتحسينية المصالح الضرورية الضروريات تُبيح المحظورات كما درسنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير فعند الضرورة يُباح للإنسان الأمر المحظور الممنوع فالمُضطر إلى أكل الميتة من أجل المحافظة على حياته يأكل الميتة فالضرورة تُبيح الحرام أو المُحرَّم لذاته وأما الحاجة المصالح الحاجية الحاجة تُخفِّف على الإنسان وتُبيح له الحرام لغيره ذلك لأن الحرام أيها الإخوة على قسمين حرامٌ لذاته شيءٌ حرَّمه الله رب العالمين لذاته كالقتل وكالسرق مثلاً وكالزنا وكشرب الخمر ونحوها من المحرَّمات وكالإشراك بالله رب العالمين هذه مُحرَّمات لذاتها حرَّمها الله رب العالمين لذاتها وهناك أشياء حرَّمها الله رب العالمين ليس لذاتها ولكن حرَّمها بالنظر إلى آثارها ونتائجها وعواقبها ومن ذلك مثلاً تحريم لُبس الحرير والذَّهب والفضَّة بالنسبة للرجال لماذا حرَّم الله رب العالمين لُبس الحرير والذَّهب والفضَّة على الرجل ليس لذات الحرير والذَّهب والفضَّة وإنما للآثار التي تنتج تنتج على ذلك وهي كون الإنسان إذا تحلَّى بمثل هذه الأمور فإن شخصيته تضعُف ورجوليته تضمُر وتذبُل ولذلك أمر الله الرجال باجتناب هذه الأشياء والدليل على أن الله لم يُحرِّمها لذاتها أن الله أباحَها للنساء أليس كذلك؟ أباحَها الله للنساء فإباحَتُها للنساء دليلٌ على أنها لم تُحرَّم لذاتها من ذلك أيضًا النظرة نظرة الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه حرَّمها الله رب العالمين ليس لذاتها ولكن لما يترتَّب عليها من آثار لما يترتَّب عليها من فتنة لما يترتَّب عليها من خشيةٍ من الوقوع فيما حرَّمه الله رب العالمين فالنظرة المحرَّمة خطوة من خطوات الشيطان إلى ما هو أعظم ولذلك حرَّمها الله رب العالمين ولم يُحرِّم الله النظرة من أجل النظرة بدليل أن الله رب العالمين أباح للرجل أن ينظر إلى زوجته إلى أن ينظر منها ما يشاء وأباح شرعنا للرجل أن يُداوي المرأة ولو بالنظر إلى عورتها إذا كانت هناك حاجة وأباح شرعنا للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته من أجل أن يُؤدم بينهما ومن أجل أن يحصل التواؤم والتوافق بينهما وهكذا الخلوة مثلاً خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية نفس الشيء حرمها الشرع ليس لذاتها ليس من أجل الخلوة وإنما خوفاً على الرجل والمرأة مما قد ينتج عن هذه الخلوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما والدليل على أن الخلوة لم تُحرَّم لذاتها أن الرجل يختلي بزوجته ولو كانت الخلوة حراماً لذاتها لحرِّمت في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأحوال هذا هو الحرام الذي حرِّم لغيره الحرام لغيره الحاجة تُبيحه الحاجة تُبيحه وهذا معنى قول الفقهاء الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة فالإنسان الرجل لا يجوز له أن يتحلَّ بالذهب لكن لو يحتاج إلى سنٍ من ذهب جاز له ذلك لو يحتاج إلى أنفٍ أو أذنٍ من ذهب قُطِعت جُدِعت أذنه فاحتاج إلى أذنٍ من ذهب جاز له ذلك لو يحتاج إلى تجبير عظامه بالذهب أو الفضة جاز له ذلك لماذا؟ من أجل رفع دفع الحاجة عنه خصوصاً وأن معدن الذهب لا يصدأ ولا ينتن بخلاف غيره من المعادن شوف مثلاً هذا الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديثٌ حسن كما قال عنه الإمام الترمذي قال عن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه رضي الله عنه قال أصيب أنفي يومك الهاب في الجاهلية في غزوة موقع من وقائع الجاهلية أصيب أنفه أي قطع أنفه وفي ذلك الزمان أنتم تعرفون كيف كانت المعارك والحروب فاتخذت أنفاً من وارق صنعت أنفاً من وارق والوارق هو الفضة فأنتن عليه أصابه النتاً كان يتعفن يقول فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفاً من ذهب أن أتخذ أنفاً من ذهب لأن الذهب لا ينتن ليس كغيره من المعادن ولذلك لاحظ كيف أن الحاجة دعت إلى رفع الحرج وإباحة هذا الأمر المحرم عليه في الأصل فلو اتخذ الإنسان خاتماً من ذهب فأنتم تعرفون أن الحكم لا يجوز لو اتخذ سلسلة من ذهب فالحكم كذلك لو اتخذ خلخالاً من ذهب فالحكم كذلك لو اتخذ أسورة من ذهب فالحكم كذلك بل حتى إن شرعنا حرم علينا أن نتخذ أواني الذهب والفضة وأخبرنا بأن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه ناراً ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أن يتخذ أنفاً من ذهب الفقهاء قالوا لو قطعت أذنه جاز له أن يتخذ أذناً من ذهب لو قطع منه شيء أو يحتاج إلى التداوي بالذهب جاز له ذلك على أي وجه كان هذا كان قديماً ربما البعض يقول الآن لم يعد هذا الأمر مشاعاً أو مستعملاً في طبنا الحديث نقول بحسب الأزمان وبحسب الأعراف وبحسب الأمكان شوف هذا الحديث الثاني الحرير الحرير الأصلي ليس الحرير الصناعي الحرير الأصلي الحرير الأصلي حرامٌ على الرجال حلالٌ على النساء لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير لأن الحرير لا يليق برجوليته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه لبعض صحبه من أجل الحاجة فعن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص أعطى الرخصة رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص من حرير من حكة كانت بهما أصابتهما حكة حساسية زي ما نقول نحن الآن جلدية شديدة أو ما ممكن أن يكون نوع من الجرب والبكتيريا التي تصيب الجلد وكان ذلك يؤذيهما وكانت الثياب العادية تؤذيهما فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير من أجل الحكة من أجل ماذا من أجل الحكة ولذلك قال العلماء لو يحتاج الرجل إلى لبس الحرير لدفع مرض ونحوه جاز له ذلك وكذا لو لم يجد إلا لباسا من حرير يلبسه ولا ما يلبسه ولا يبقى عريان يلبسه لو لم يجد إلا لباسا من حرير لستر عورته يلبسه يلبسه ولا يبقى عاريا مكشوف العورة وهكذا الحاجة تنزل منزلة الضرورة كما تقول القاعدة فيما يتعلق بالحرام لغيره وأما فيما يتعلق بالحرام لذاته فالحاجة تختلف هناك حاجة هي قريبة جدا من الضرورة وهناك حاجة بعيدة نوعا معنى الضرورة والعلماء الفقهاء لهم في هذه القضايا خلاف فيما بينهم فمثلا مسألة التداوي التداوي بالنجاسة أو التداوي بالخمر التداوي بالخمر لو أن شخصا مرض ووصل إلى درجة بحيث لو لم يتداوى بهذا الأمر المحرم أو هذا الشيء النجس فهل يجوز له دفعا لهذه الحاجة أن يتداوى بذلك الأمر المحرم النجس أو لا يجوز أنتم تعرفون الحديث الصريح الصحيح فإن الله رب العالمين لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم ولكن في بعض الأحيان قد يكون الإنسان في موقع بحيث لا يجد دواء ويكون يتألم ويعاني ولا يجد علاجا إلا من هذه المحرمات فهل يجوز له استعمال هذه المحرمات في التداوي الفقهاء يقولون لا ولكن لو وصل إلى مرتبة قريبة من الضرورة بحيث إن لم يتداوى سيموت أو سيتلف عضل من أعضائه حينها قد يأخذ حكم المثطر الذي يجوز له شرب الخمر لدفع العطش ولدفع الغصة إذا اغتص جاز له دفعها بشرب الخمر مثلا ونحوه من النجاسات والمحرمات الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة قال العلماء يشترط لها شروط الشرط الأول الشرط الأول أن تكون الحاجة متعينة ولا يوجد سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة يوصل إلى الغرض المقصود سواها بمعنى أنه إذا لم يكن أمام الإنسان سبيل وحل إلا ارتكاب هذا الأمر المحرم ما عنده خيار ما عنده خيار آخر فقط بحث عن كل الوسائل وعن كل البدائل المشروعة فلم يجد إلا هذا السبيل لدفع هذه الحاجة الأمر الثاني أن تكون الحاجة قائمة غير منتظرة بمعنى أن يكون الظرف واقعاً أما لو كان الأمر محتملاً يمكن أن يحدث ويمكن أن لا يحدث فالأوهام لا تعلق بها الأحكام ولا عبرة بالأمر المتوهم إنما العبرة بالأمر المتيقن أو المظنون ظنًا غالبًا بحيث يكون الإنسان متيقنًا من وجود الحاجة وأما لو كان يحتمل وجودها في المستقبل فلا عبرة بذلك الأمر الثالث من شروط الحاجة أو من أهم شروط الحاجة أن لا يؤدي اعتبار الحاجة إلى بطلان ضرورة من الضرورات لأن الضرورات تعتبر أصلاً وأساساً للحاجيات والتحسينيات فلا يجوز للإنسان أن يحصل حاجة ليقع في مفسدة أكبر منها كأن مثلًا يعود على النفس أو على الدين أو على النسل أو على العقل أو على المال بالإبطال فعندنا المصالح الضرورية أهم من المصالح المحاجية وإذا كنا نحن نخدم مصلحةً حاجية ونهدم مصلحةً ضرورية فهذا لا يستقيم في ميزان الشرع ولا يستقيم في قانون الشرع الشرط الآخر أن تقدر الحاجة بقدرها يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى قدر معين من هذا الأمر المحرم لدفع الحاجة التي وقعت عليه فلا يجوز له أن يتبحبح وأن يتوسع في الأمر إنما يدفع الحاجة بقدر ما تندفع به ما زاد على ذلك يعود إلى أصله وهو التحريب وكذلك الأمر بالنسبة للضرورات ما الضرورة تبيح المحذورة لكن هذه الإباحة تقدر بقدرها فالإنسان مثلاً إذا كان أكل شيء بسيط يدفع عنه الجوع وشبح الموت فذلك يكفيه ولا يجوز له أن يتوسع في استعمال الحرام يقول مدام أنا جاز لي خليني آكل وأشبع وأتزود نقول لا الحاجة تقدر بقدرها والضرورة أيضاً تقدر بقدرها ولا يزاد فيها على القدر الذي يحتاج إليه ولا يزاد فيها على القدر الذي يحتاج إليه فمثلاً الآن عندنا في زماننا بعض الأدوية فيها مخدرات وهذه الأدوية إنما تُصرف عن طريق طبيب ثقة معتمت ولا يجوز استعمالها هكذا يعني الواحد عنده مرض يقول والله ممكن أنا تنفعني هذه العقاقير أتناولها نقول له لا يجوز لا يجوز لك شرعاً ولا قانون استعمال هذه المواد إلا بطريق شرعي معتبر فإذا وصف لك الطبيب نوعاً من هذه المخدرات المرخصة يجوز لك تناول ما يسمح لك به الطبيب فقط ما زاد على ذلك فهو حرام في حقك فهو حرام في حقك ولا شك وهذا هو معنى قولهم أن تُقدَّر الحاجة بقدرها فإذا كانت الضرورة تُقدَّر بقدرها فالحاجة من باب أولى أن تُقدَّر بقدرها فلا يُزاد على موضع الحاجة وذلك مثل تحريم النظر إلى العورة فيما زاد على الحاجة الطبيب إذا كان يحتاج إلى النظر إلى عورة المريض لابد أن ينظر يجوز له أن ينظر إلى الموضع الذي يُداويه ولكن هل يجوز له التوسع في النظر وينظر في بقية المواضع قلوا له لا يجوز لأن ما جاز للحاجة يُقدَّر بقدرها ولا يُزاد فيه وكذلك لو احتاج شخص إلى التداوي بشيء من الذهب اتخاذ سن أو سنين من الذهب نقول له يجوز لك ذلك بقدر ما تدعو إليه الحاجة ما تروح أن تأل إذا عندك سن واحد خرضاً تداويه بالذهب أو تغير بسن من ذهب ثم تقول خليني أعمل كل طقم الأسنان من ذهب هذا تجاوز لما سمح به الشرع فالحاجة تُقدَّر بقدرها أو بقدرها هذه مسائل أردت استكمالها فيما يتعلق بقاعدة الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة الآن ننتقل إلى القاعدة الخامسة والأخيرة ونحن اليوم وغداً إن شاء الله وتعالى سنختم هذا المجلس العلمي المبارك المشهود بحضراتكم والقاعدة الخامسة هي آخر القواعد الكلية الخامس العادة مُحَكَّمة خامسها العادة تُقل مُحَكَّمة فهذه الخمس جميعاً مُحكَّمة العادة مُحكَّمة ما معنى قولنا العادة وما معنى قولنا مُحكَّمة وما معنى قولنا العادة مُحكَّمة العادة في اللغة العربية مأخوذاً من العود أو المعاودة بمعنى التكرار يفعل ويعود يفعل الشيء ويعود إليه إذا كان الإنسان يفعل الشيء ويعود إليه نقول هذه عادته عادة فلان عادة فلان الجلوس على هذه الهيئة أو عادة فلان المشي على هذه الصفة هذه هي العادة من العود بمعنى التكرار وأيضاً من معانيها باستمرار على الشيء العادة لا تكون عادة إذا فعلها الإنسان مرة واحدة في حياته أو مرتين إنما تكون العادة عادة إذا استمر عليها إذا فعلها واستمر عليها أو كان يفعلها في غالب أوقاته وأحواله وأما العادة في اصطلاح العلماء أو في الاصطلاح العادة هي ما استمر الناس عليه وعادوا إليه مرة بعد مرة ما استمر الناس عليه وعادوا إليه مرة بعد أخرى كل شيء من قول أو فعل يستمر الناس عليه ويعودون إليه مرة بعد أخرى بعد كل فترة يرجعون إليه بعد كل فترة يعملون به بعد كل فترة يلتزمون به هذه هي العادة العادة إذا كانت عامة نسميها عرفاً نسميها ماذا؟ نسميها عرفاً عادة وعرف أمر معروف بين الناس تعارف عليه الناس وأما إذا كانت العادة خاصة بشخص بعينه فلا نسميها عرفاً إنما نسميها عادة فقط نقول عادة زيد وعادة عمر ولا نقول عرف زيد أو عرف عمر وهذا التفريق بين العرف والعادة هو الذي جرى عليه المتأخرون من فقهاء المذاهب وأما عند المتقدمين فكان العرف والعادة بمعنى واحد والعرف ما يعرف عند الناس ومثله العادة دون باسي ومقتواهما مع المشروع في غير ما خلفه المشروع إذن قولنا العادة نحن نعني بها في الأساس العرف نعني بها العادة الجماعية سواء كانت عادة أهل بلد أو عادة دولة بأكملها أهل دولة بأكملها أو عادة أمة بأكملها المهم أن تكون عامة وأن لا تكون فردية فالعادات الفردية لا يمكن الاحتكام إليها ولا يمكن اعتبارها حجة على الآخرين إنما العادات الجماعية والأعراف هي التي يحتكم إليها وهي التي لها سلطان على أقوالنا وعلى أفعالنا وأما قولهم محكمة فمحكمة من التحكيب أن يحتكم إليها ويرجع إليها يرجع إليها في أي شيء يرجع إليها في تفسير بعض ألفاظ نصوص الشرع ويرجع إليها في تفسير ألفاظ بعض المكلفين إذا استعملوا بعض الألفاظ فإننا نرجع في تفسير تلك الألفاظ إلى الأعراف والعادات ولذلك يمكننا أن نقول بأن العادة محكمة أو العرف معتبر في تفسير النصوص الشرعية والعرف معتبر في تفسير ألفاظ المكلفين فعندما يقع النزاع والخلاف بين الناس في معاملاتهم فإننا نرجع من أجل حسم ذلك النزاع والخلاف إلى ما هم عليه من أعراف وعادات ولا يستغرب الإنسان إذا قلنا بأن أعرافنا وعاداتنا اعتبرها شارع اعتبرها اعتباراً كبيراً وهذه الأعراف والعادات تتغير فإذا تغيرت الأعراف والعادات تغيرت الأحكام تبعاً لها ولذلك عندنا قاعدة فقهية جليلة قد نأتي عليها في القواعد التبعية وهي قولهم لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان قد تتغير بعض الأحكام بتغير الأزمان لماذا؟ لأن تلك الأحكام بنيت على أعراف والأعراف تتغير الأعراف تتغير بحسب الأجيال وبحسب المناطق وبحسب الأمكان قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى في كتابه الأشباه والنظائر وهو كتاب سابق على كتاب صاحبنا السيوطي الأشباه والنظائر فابن السبكي تاج الدين ابن السبكي متوفى سنة سبعمية واثنين وسبعين سبعمية وواحد وسبعين من الهجرة وأما السيوطي فمتوفى سنة تسعمية وواحداش من الهجرة قال وقد اشتهر عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف وعند الأصوليين أن العرف مقدم على اللغة وهذا الكلام الذي ذكره ابن السبكي رحمه الله تعالى نظمه ناظم الأشباه والنظائر بقوله وكل ما لم ينضبط شرعاً ولا وضعاً فللعرف رجوع هنجلا إذا وجدنا أي لفظ في نص من نصوص القرآن أو في نص من نصوص السنة ليس له معنى محدد عند الشرع ولا له معنى محدد عند اللغة فإننا نرجع في تحديده إلى العرف فنقول المرجع في معرفة معناه العرف السائد بين الناس ومن ذلك السفر السفر الذي رتب الشرع عليه أحكاماً كثيرة كما تعرفون ذكرنا بعضها في قاعدة المشقة تجلب التيسير السفر رتب الشرع عليه أحكاماً ولكن هل الشرع قال لنا السفر هو كذا وكذا وكذا؟ لا بينما لو رجعنا إلى الإسلام الإيمان النفاق الغيبة مصطلحات ألفاظ كثيرة وضع الشارع لها معنى محدد لكن السفر لم يحدد له شارع معنى إذن من أين نعرف معناه؟ نرجع إلى اللغة ونسأل أهل اللغة هل السفر في اللغة العربية منضبط؟ محدد معنى؟ لا يوجد له معنى محدود في اللغة فالسفر في اللغة هو قطع المسافة من الإسفار وسمي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الناس وحقائق ما في أنفسهم إذن كيف نعرف أن هذا سفر ونترخص بسببه؟ وأن هذا ليس بسفر ولا نترخص بسببه؟ قالوا نرجع إلى العرف إلى عرف الناس هل قطع هذه المسافة عندكم يعتبر سفراً؟ أم لا؟ فإن قالوا قطع هذه المسافة يعتبر سفراً فهو سفر وإن قالوا بأن قطع هذه المسافة لا يعتبر سفراً فهو ليس بسفر فالذهاب من هنا مثلاً إلى أبو ظبي سفر واسأل الجميع الكل يقول لك سفر باتفاق لكن لو سألت أحدهم الذهاب من هنا مثلاً إلى أطراف الشارقة أو حتى إلى أطراف دبي لا يعتبر سفراً فالمسافة قريبة جداً ولا يمكن أن تتجاوز لا تصل إلى المسافة التي نعتبر معها هذه المسافة سفراً فالأمر إذن نرجع في تحديده إلى العرف قد يقول البعض الفقهاء حددوا للسفر مسافة معينة نقول نعم ولكنه اجتهاد اجتهاد من الفقهاء لا يوجد نص حدد لنا السفر أو المسافة التي إذا قطعها الإنسان كان مسافراً وإذا لم يقطعها لم يكن مسافراً ولكن الفقهاء اجتهادوا وحددوا المسافة بحدود أربعة وثمانين كيلومتر وقالوا إذا قطع الإنسان هذه المسافة كان مسافراً وهي مسيرة يوم وليلة وإذا لم يقطعها أو قطع ما دونها لم يكن مسافراً ونحن دائماً نقول من باب الاحتياط للمسافر إذا كان سفارك أقل من هذه المسافة فلا تقصر الصلاة ولا تأخذ بأحكام المسافر احتياطاً خروجاً من الخلاف وأما إذا كان سفارك يصل إلى هذه المسافة وأزيد منها فلك أن تقصر الصلاة وأن تأخذ بالرخص التي شرعها الله للمسافر بلا حرج ولا إشكال لماذا نقول لمن لا يقطع هذه المسافة لا تترخص بأحكام المسافر احتياطاً لأنك إذا سافرت مسافة خمسين كيلومتر حتى ولو اعتبرناك مسافراً فإن من الفقهاء من يقول بأنك لست مسافر فأنت إذا أتممت كانت صلاتك صحيحة باتفاق وإذا قصرت الصلاة كانت صلاتك عند بعض العلماء باطلة وصلاة صحيحة باتفاق خير من صلاة مختلف فيها خير من صلاة مختلف فيها مثلاً الله رب العالمين أمرنا أمر الرجل بأن ينفق على أهله ولينفق كل من ساعته لكن ما النفق؟ ما مقدار النفق التي يجب على الرجل أن يبذلها لزوجته؟ هل حددها الشرع؟ لا هل حددتها اللغة؟ لا نرجع في تقديرها إذن إلى العرف فإذا حصل نزاع وخلاف بين الرجل والمرأة فإن القاضي ينظر إلى عرف الزوجين ويحكم بالنفق بحسب عرف الزوجين فتحديد النفق يرجع فيه إلى العرف كما سيأتي معنا في الأمثلة ما الأدلة التي تدل على أن العادة محكمة وأن العرفة معتبر وله سلطان في تفسير ألفاظ النصوص وفي تفسير ألفاظ المكلفين الأدلة على ذلك كثيرة منها مثلاً قول الله تعالى في سورة الأعراف يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العلماء رحمة الله عليهم قالوا في هذه الآية إشارة إلى اعتبار الأعراف قال خذ العفو وأمر بماذا؟ وأمر بالعرف قالوا العرف العرف هو ما تعرف عليه الناس من محاسن الأقوال والأفعال يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم محاسن الأعمال الأمور الحسنة من الأقوال والأفعال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها فهو كالتفسير لهذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بترك عرافهم وبتغيير عاداتهم وبالتخلِّ عن تقاليدهم إنما نهاهم عن بعض المحرمات فقط وأصلح لهم بعض الأمور المعوجات وأما غالب ما كانوا عليه من أعراف في ألبستهم وفي أقوالهم وفي ضيافاتهم تركها عليهم تركهم عليها لماذا؟ لأنها كانت حسنة حرم بعض المحرمات وفي مقدمتها الإشراك بالله رب العالمين ومظاهر الجاهلية حرم القتل حرم قتل الأولاد حرم الزنا وحرم شرب الخمر وعادات أخرى حرمها وهدمها ولكن غالب ما كان عليه الناس من محاسن الأعمال والأقوال تركه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي إنما كان يلبس لباسه قومه ويأكل أكل قومه ويتسرف كما يتسرف قومه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي ويمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان على عادات قومه وعلى أعراف قومه إلا التي حرمها الله رب العالمين حربها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن للناس بطلانها وأمارهم بالابتعاد عنها ولذلك لما وضع الضب على مائدته لم يأكله كيف تسمونها الضب؟ الله ما أدري الضب سحلية نوع من السحالة الصحراوية وضع على مائدته لم يأكله ولكن لم يحرمه فلما سئل قال لم يكن بأرض قومي لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر ومتأثر بأعراف قومه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه هذه هي القضية إذن خذ العفو يا محمد وأمر بالعرف الأمور الحسنة من الأقوال والأفعال مرهم بها فليستمر عليها وأعرض عن الجاهلين أعرض عن المشركين أعرض عن المحاربين لله أعرض عن المفسدين أعرض عن الظلمة الطغاة الذين يفسدون في الأرض في ذلك الزمان أيضا قول الله تعالى مثلا في تشريعات كثيرة أرجع الأمر إلى العرف فقال فيما يتعلق بالنفقة قال مثلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاحظ بالمعروف ما معنى المعروف هنا العرف نرجع في تقدير هذه النفقة والكسوة نرجع في تقديرها إلى العرف وقال فيما يتعلق بحقوق النساء على الرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي بما يتعارف عليه الناس بما هو متعارف عليه وقال وعاشروا هن بالمعروف بالمعروف أي بالأمر الذي تعورف عليه وهو عرف سائد صحيح فيما بينكم وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقصير أبي سفيان وبخله في النفقة وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح أبو سفيان رضي الله عنه بعد إسلامه هند زوجته تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطينا ما يكفينا لا يعطينا ما يكفينا فهو يقتر عليهم ماذا أفعل يا رسول الله قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني خذي من ماله دون علمه ما يكفيك ويكفي أولادك بالمعروف أي بحسب العرف فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ أن تستكمل أن تستكمل بقية نفقتها من مال أبي سفيان دون علمه ولكن بشرط بالمعروف لا تتجاوز المعروف فإذا تجاوزت كانت معتدية على مال زوجها وأيضا من أعظم الأدلة على حجية هذه القاعدة مقولة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وأصلها من الحديث زكنا كما يقول صاحب الأشباه والنظائر ناظمه وأصلها من الحديث زكنا فما رآه المسلمون حسنا وتبرت كالعرف في مسائل كثيرة إلى آخر ما قاله فعبد الله بن مسعود ماذا قال قال ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وهذا من أعظم ما يستشهد به على حجية العرف والعادة وأنه محكم في النزاع والخلاف بين الناس وهذا الكلام يذكر في بعض الكتب على أنه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم والمحققون من أهل الاختصاص يقولون بأنه ليس حديثا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من كلام عبد الله بن مسعود ولكن لما تتأمل في هذا الكلام يتبين لك بأن ابن مسعود ما قاله ما تجرأ على قوله إلا لأن عنده مستنداً يعتمد عليه وإلا ما الذي در ما الذي أدر عبد الله بن مسعود أن ما رأاه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن هذا حكم فيه جرأة أو فيه شيء من الجرأة ويحتاج إلى مستند وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقول شيئاً إلا إذا كان عنده مستند يعتمد عليه بمعنى آخر هذا الكلام لا يقال عن اجتهاد أو مثل هذا الكلام يبعد أن يقال عن اجتهاد وإنما هو في حكم المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن إذا رأى المسلمون قولاً من أقوال حسناً فهو حسن وإذا رأى المسلمون فعلاً من الأفعال حسناً فهو فهو حسن ولكن العرف والعادة التي نعتبرها ونرجع إليها في تفسير بعض النصوص وفي تفسير ألفاظ المكلفين فيما بينهم ونحتكم إليها لها شروط فليست كل عادة وليس كل عرف حجة إنما العرف لا يكون حجة إلا إذا استجمع جملة من الشروط أولها أن تكون العادة مضطربة أو غالبة بمعنى أن يكون العمل بها جارياً في أكثر الحوادث بمعنى آخر أن يكون الناس يعتمدون على هذه العادة وأن لا تكون عادة مهجورة ولذلك قلنا عادات الأشخاص العادات الفردية ليست حجة عادتك في أكلك أو في شربك أو في مشيك أو في بيعك أو في شرائك الخاصة بك لا يمكن أن تكون حجة على غيرك العادات التي هي موجودة في بعض المجتمعات ولكن المجتمعات لا تلتزم بها تتجاوزها هذه العادات أيضاً لا يمكن أن تكون حجة ولا يمكن أن تكون محكمة بمعنى يحتكم إليها إنما العادة التي هي محكمة هي العادة المضطردة أو الغالبة أي التي يكون العمل بها جارياً في أكثر الحوادث إذا تأملنا في أحوال الناس فإننا نجدهم يلتزمون بها من غير تصريح يلتزمون بها ويعملون وفق مقتضاها الشرط الثاني أن تكون العادة المراد تحكيمها في التصرفات موجودة عند إنشاء التصرف ولهذا يقولون العبرة بالعادة السابقة أو المقارنة ولا عبرة بالعادة الطارئة والناشئة فنحن إنما نحتكم إلى العادات التي كانت ولا نحتكم إلى العادات التي نشأت ولذلك لو تزوج رجل لو عقد رجل على امرأة دون التصريح بتأجيل بعض المهر وتأجيل بعضه فإن العرف الشائع هو الذي يكون فاصلا في ذلك إذا تزوج رجل امرأة ولم يحدد هل المهر سيكون معجلا أو مؤجلا أو بعضه معجل وبعضه مؤجل لم يحددوا في العقد في جلسة العقد فما الذي يحدد طبيعة المهر وكيف يجب على هذا الرجل أن يدفع لهذه المرأة مهرها قالوا العرف فإن كان العرف يقضي بعدم التأجيل وقت إنشاء العقد ثم حصل نزاع بين الزوجين لسبب أن العرف تغير إلى تعجيل بعضه وتأجيل بعضه فإنه يحكم بالعرف السابق الذي كان موجودا وقت إنشاء العقد وهو تعجيل جميع المهر ولا عبرة بالعرف الجديد يعني واحد زوج امرأة ولم يحدد في الزواج هل المهر معجل ولا مؤجل ومشت الأمور على البركة بعض الناس هكذا لا يحدد وبعد سنوات بعد عشرين سنة ثلاثين سنة حصل نزاع وخلاف بين الرجل والمرأة فإذا حصل نزاع وخلاف نرجع في الفصل بين الرجل وزوجته إلى العرف الذي كان سائدا عند عقد الزواج هل كان العرف السائد في ذلك الزمان يقضي بالتعجيل ولا بالتأجيل إن كان العرف يقضي بالتعجيل وجب عليه أن يعجل وإن كان العرف يقضي بالتأجيل فهو في ساعة من أمره إن طلقها أو مات فمهرها في ذمته أو في تركته واضح؟ الشرط الثالث أن لا يعارض العادة تصريح بخلافها العادة معتبر ومحكمة لكن لو أنا سرحت في جلسة العقد بخلاف العادة فالعبرة بالتصريح لا بالعادة خذ مثلا لو كانت العادة أن البائع هو الذي يوصل البضاعة إلى المشتري كانت العادة هكذا إذا اشتريت شيئاً ذا قيمة فإن البائع مكلف عرفاً بتوصيله إلى البيت هل أحتاج إلى ذكر هذا الكلام في العقد؟ لا العرف محكم لكن لو في جلسة العقد البائع قال ترى يا فلان أنا أبيعك السلعة لكنني لن أوصلها إلى بيتك هنا قالوا التصريح يلغي العادة لماذا؟ لأن دلالة التصريح أقوى من دلالة العرف العرف له دلالة نعم ولكن التصريح بخلافه يقضي عليه كذلك لو كان العرف تقسيط الثمن لسلعة من السلعة سلعة من السلعة معروفة عندنا بأن من اشتراها يدفع ثمنها أقصاطاً وبيع التقسيط مشروع لا إشكال فيه لكن لو رحت أشتري السلعة والبائع قال يا فلان أبيعك السلعة لكن بشرط التعجيل تدفع حالاً أقول العبرة بالتصريح ولا عبرة بالعرف أو العادة في مثل هذه المناسبة إذن الشرط ثالث أن لا يخالف العادة تصريح بخلافها الشرط الرابع وهو من أهمها أن لا تخالف العادة نصاً مخالفة صريحة أن لا تخالف العادة نصاً أو دليلاً من أدلة الشرع المعتبر مخالفة صريحة نحن نقول العادة محكمة لكن عادة شرب الخمر محكمة عادة لاختلاط وكما هو في بعض المجتمعات في الأفراح الاختلاط بين الرجال والنساء وحتى الوقوع والعياذ بالله حتى في المنكرات والفواحش هل هذه العادات محكمة نقول لا فالعادة من شرطها أن لا تحل حراماً معلوماً من الدين بالضرورة وأيضاً العادة من شرطها أن لا تحرم شيئاً أحله الله باتفاق العادات التي تعارض القطعيات من الدين وتهدمها هذه عادات فاسدة وملغات ولا يمكن أن تكون محكمة إذن العبرة بالعادة التي توافق النص وتوافق التشريع قد تكون العادة في بعض الأحيان مخالفة ولكن مخالفتها ليست من كل الوجوه إنما مخالفة وجهية كما لو كان في القضية خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء يجيز وبعض الفقهاء يمنع وكانت العادة متمشية على قول من يجيز كانت العادة متمشية على قول من يجيز فمثل هذه العادة معتبرة ومحكمة حتى ولو كان من يخالف في حكمها يرى بأنها مخالفة للدين لكن الأمور المتفق على أنها معارضة للدين والأمور التي هي قطعية من الدين ومعلومة من الدين بالضرورة كعادات الجاهلية كالطواف مثلاً بالقبور والتبرك بالأشجار والتوسل بالأموات نحو ذلك من العادات التي هي عادات خارجة عن الدين وتنافي الدين في جوهره وفي توحيده نعطيكم بعض الأمثلة حتى نرى كيف أن العادة محكمة والعادة التي نعنيها قالوا لو حلف شخص ألا يجلس تحت سقف قال والله ما جلست بعد اليوم تحت سقف أي سقف فجلس في الصحراء في الفلات هل يكون حانثاً ولا لا جلس تحت السماء أليست السماء سقفاً الله رب العالمين سمها سقفاً وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً هل يكون حانثاً هذا الرجل قالوا لا لماذا لا يكون حانثاً وقد حلف ألا يجلس تحت سقف فجلس تحت سقف السماء قالوا نعم السماء وإن كانت سقفاً لغة لكنها في عرف الناس وكلامهم لا تعتبر سقفاً ولذلك لا يكون حانثاً كما لو حلف شخص ألا يدخل بيتاً قال والله ما دخلت أي بيت بعد اليوم فدخل المسجد هل يكون حانثاً ولا لا أليس المسجد بيتاً من بيوت الله بلى هو بيت من بيوت الله ولكنه لا يكون حانثاً لا يلزمه شيء لماذا؟ لأن المسجد لا يسمى عرفاً في عرفنا بيتاً نحن لما نقول نحن لما نقول البيت نعني به المسكن لا نعني به المسجد حتى ولو كان المسجد بيتاً حتى ولو كان المسجد بيتاً إلا إذا نوى كما درسنا في قاعدة الأمور بمقاصدها إذا نوى التعميم قال بيتاً كل البيوت بما فيها المسجد حينها يكون حانثاً لو حلف شخص أن لا يأكل لحماً قال والله ما أكلت بعد اليوم لحماً يمين ولا لا؟ يمين فأكل سمكاً هل يكون حانثاً ولا ما يكون حانثاً هل يحنث في يمينه؟ لا يحنث ليش؟ قالوا لأن السمك وإن كان لحماً وسماه الله لحماً تستخرج منه خلية وتستخرج منه لحماً طرياً لكن الله مع ذلك في عرفنا السمك لا يسمى لحماً شوف هنا كيف حكمنا اللغة في تفسير اللفظ وقلنا للحالف لا يلزمك شيء لأن السمك لا يعتبر في عرف خطابنا لحماً وإن كان في أصله في الحقيقة لحم لتأكل منه لحماً طرياً سماه الله لحماً كذلك قالوا لو حلف شخص لا يأكل ميتة أو دم قال والله ما أكلت ميتة ولا دم مع أن أكل الميت والدم لا يجوز يعني الحلف اليمين تأكيد فقط فأكل سمكاً أو جراداً هل يحنث ولا ما يحنث السمك ميت ولا لا وحلت لنا ميتتان السمك والجراد السمك ميتة والسمك لا يذبح ذكاته بإخراجه من الماء حتى ولو وجدته في الماء ميتاً جاز لك أكله عند الجمهور طبعاً ما عاد بعض الفقهاء الذين يشترطون أن يموت بعد أخذه وألا يكون طافياً في الماء وهكذا مسائل كثيرة نحن نرجع في تقديرها في الوقوف على حقيقتها إلى العرف النفق لو اختلفت المرأة مع الرجل في مقدار النفق المرأة تقول ألف الرجل يقول لا خمسمائة وحصل نزاع وخلال ورفعا أمرهما إلى القاضي كيف يحكم القاضي بينهما كيف يسوي هذا النزاع قال ويرجع إلى العرف عرف الرجل والمرأة ما النفق التي تكفيك في عرفك ويقدر النفق بحسب العرف يقدرها بحسب العرف ومسائل أخرى سبق وأن ذكرناها في شرح القاعدة في مجلس الغد إن شاء الله وتعالى المجلس الأخير من هذه المجالس الطيبة المباركة في هذا المسجد المبارك بصحبة هذه الكوكبة من الوجوه النيرة سيكون في استكمال بعض القواعد التابعة لقاعدة العادة محكمة نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محرومة استودع الله دينكم الذي لا تضيع ودائعه ترجمة نانسي قنقر